هذا وقد لفت المدير السابق للمعهد الملكي في الدوحة أن نظام الحمدين في قفل ليه علاقات قوية بجبهة النصر وتنظيم القاعدة كانت نتيجتها وساطات مشبوهة ودفع مليارات الدولارات كفديات عن ضحايا وأسرى لدى جماعة الإرهاب جابات النصر في سيريا جابات النصر كانت مجموعة ومعاً مجموعة من المجموعة من المجموعة من المجموعة كاتار كانت مجموعة بخير مجموعة مع جابات النصر نعلم هذا لأن الجابات النصر كانت مجموعة في المجموعة لأن قطر كانت مستحفى بجموعة 64 فيجين المحاولين 12 مؤلاء من المجموعة، سوريا والدارات المجموعة ومعاً سيارات المساولين بجموعة منهم من المساولين من الجابات النصر هذا هو الوصول المتحفى التي تعتقدها ترجمة نانسي قنقر